السلام عليكم في أبريل 2016 كان فيه اتفاق مهم وضخم بين مصر والمملكة العربية السعودية على تأسيس مشروع كبير جداً هيدقل مليارات الدولارات للبلدين وهينئش الاقتصاد وكمان هيزود استثمارات الشركات الكبرى والصغيرة وينشط عملية التبادل الاقتصادي مش بس بين البلدين دول ده بين كل دول الخليج من الاخر المشروع ده كان هيربط طرفين المنطقة العربية ببعض في اسيا وافريقيا من المحيط للخليج وكان هيساعد على وصول البضايا الخليجية لمصر وأوروبا ولعكس بالسهولة جديدة جداً كمان كان هينقش حركة السياح ويرفع التبادل التجاري بين البلدين لمستويات غير مسبوكة ولكن انت تخيل ان المشروع ده كان هيزود حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين لمتين مليار دولار سنوية رقم ضخم مسمعناش عنه قبل كده في تعاملات الدول الدولتين كانوا متحنسين جداً للمشروع ده من البداية لكن فجأة وقف المشروع إيه بقى قصة المشروع ده؟ وإيه جدوه الاقتصادية على مصر والسعودية؟ وإيه أسراره؟ وهل البلدين دول بس المستفيدين من المشروع؟ تبه هي البلدان المتضررة أو المعارضة للمشروع ده؟ وكمان ليه المشروع؟ وإيه فرغم أهميته الاقتصادية دي؟ إعلقت الرئيس الأسبق حسن مبارك بقصة المشروع ده كله وله إسرائيل وقفة ضده ومستموتة انه يتم أو يتنفي ويدور الصهينة في العلاقات بين مصر والمملكة العربية مؤخراً وبالمرة نحكي عن قصة تيران والسنافير من بعيد كده حالة النهاردة ده سنة فمحتاجة منك تعزمني على خمسين تشاي وإن دردش مع بعض شوية اقتصاد في خمسين تقتصاد بس ما تنساش بقى أننا محتاجين تعمك باللايك والشير والسبسكرايب للقناة اليوتيوب وصبح على الفيسبوك ويريد تعالك وتقولينا رأيك بتعتقد أو بتأيد أو بتعارض تفعلوا معنا لأن ده بجد بيدعمنا في أننا نطور من محتوىنا ونوصل لأكبر قدر منكم هدفنا واحد لو شاية الجهز يالله بينا أنا محمد أبو عاصي معنا رأي جديد في حلقة النهاردة هو شركة كونزل ميد شركة طبية بس من نوع مختلف كونزل ميد أكبر موقع وتطبيق طب في أوروبا والشرق الأوسط عليها أكبر الأطباء الأسازة والاستشاريين ورؤساء الأقسام في ألمانيا وسويسرا وأمريكا وإنجلترا وكمان إيطاليا وأسبانيا وفرنسا في أكثر من 48 تخصص طب دقيق النهاردة الشركة بتقدم خدمة السياحة العلاجية في مصر أو في أي مكان خارج مصر عندهم برنامج كامل ومتكامل للسياحة العلاجية ده غير إنها بتقدم خدمات زي إنك من خلال الموقع والتطبيق الخاص بكونزل ميد تقدر تتكلم فيديو مع أفضل رؤساء الأقسام والاستشاريين في العالم ترد عليهم الحالة الطبية وتستقبل منهم التحرير مفصل بأكتر من لغة شامل التشخيص وطرق العلاج الممكنة الشركة بتوفر ليك مترجم مجاني بيكون طبيب معك طول فترة الاستشارة تقدر بسهولة تبدأ رحلة العلاج في أوروبا وأمريكا وهنا الشركة بتكون مسؤولة عن كل إجراءات العلاج وبيكون معك مرافق طول فترة العلاج في الخارج ولو في علاج مش متوفر أو نايف في بلدك كونزل ميد هتوفره ليك وتبعته لحد باب بيتك هسيب ليك اللينك في وصف الفيديو أو الكومنت عشان تسجل أو حتى تاخد فكرة في البداية حابب أنوه إن حلقة النهاردة مش انتقاد للسياسات الاقتصادية للدول بقدر ما هي تساؤلات منطقية أسيرة على الثاني الكل إحنا وإنتم محللين مراقبين للمشهد وكمان المستثمرين اللي كانوا هيستفادوا بشكل كبير جدا من المشروع ده ده غير المواطن العادي اللي كان هيتحسن مستوى معيشته ولو نسبيا ناتجة التحسن اقتصاد بلده من خلال المشروع ده من ناحية تانية خلينا نقول إن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لفوكس نيوز اللي هي قال فيها إن التطبيع مع اسرائيل ماشي في طريقه وإن ممكن يتحقق خلال الفترة اللي جاية كانت تصريحات مفاجئة للكل وبصراحة كانت صدمة خصوصا للفلسطينيين وخاصة إن المملكة العربية السعودية كانت تحطى شروط كتيرة قوي عشان توافق على التطبيع مع تل أبيب إيه بقى الكلام؟ هو شروط تتحققها؟ وكان أهم الشروط دي إن الإدارة الأمريكية تسمح بدخول السعودية للنادي النووي ومش دي بس المفاجئة الوحيدة في تصريحات بن سلمان لكنه أضاف إن في حالة امتلاك إيران للسلاح النووي فالسعودية هي كمان من حقها تمتلك سلاح نووي وده كان غريب جدا بعد الصلح بالرياض وطهران واللي تم برعاية الصين دي علاقته إيه بقى بحالة النهار ده؟ ده برضو سؤال المشروع ده بكل بساطة هو جسر الملك سلمان هو باختصار جسر بردي بيربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بيسمح بمرور السيارات مع خط سكة حديد قطار لنقل البضايع والركاب المشروع ده كان هيربط شمال غرب السعودية في منطقة تابوك على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سينة في شمال شرق مصر مرور بمدينة شرم الشيخ المصرية كمان الجسر ده مكانش هيربط بين المملكة ومصر بس لا ده كمان كان هيربط بين طرفي العالم العربي في كل من أسيا وإفريق وكان من المتوقع إنه يوفر أيام كانت بتستغرقها البضايع الخالجية عشان توصل لمصر وأوروبا والعكس ده بالإضافة لأنه هينعش حركة السياحة ويرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات غير مصبوك الحقيقة إن المشروع ده قصته قديمة وبترجع لعهد الرئيس الأسبق حسن مبارك وتحديدا في العام 1988 في السنة دي تم الحديث عن فكرة المشروع في وسائل الإعلام لكن الخبر تكتم عليه بسرعة بحجة إن المشروع مستحيل يتنفذ طب ليه؟ الحقيقة ما حدش يتكلم عن أي أسباب تتعلق بتوقف المشروع زي اللي حصل دلوقت في الزق وفي شهر فبراير 2006 رجع الكلام عن المشروع من جديد بعد غرق العبارة السلام 98 لو فكرينه لكن الرئيس الأسبق حسن مبارك رفضها بحجة إنها هتأثر على السياحة في شرم الشيخ طب هل الحجة دي حقيقية؟ ده سؤال عما الجاد رئيس مجلس أو رئيس مجلة مختارات إسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في تصليحاته القناة العربية بيقول إن المشروع مش مجرد تسهيل لعملات الانتقال بين البلدين لا ده المشروع لي أبعاد استراتيجية كبيرة من غير ما يفصل أو يفصل إيه هي أو يتوسع في الموضوع لكن وفقا لنقالته كنات الجزيرة على لسان خبراء ومراقبين مصريين فإن رفض الرئيس مبارك قوه بالوقتها بدهشة واستغراب لأن المشروع هيقود بنفع جدوى قصادية كبيرة جدا لكل من مصر والسعودية حابب أقول لكم إن الحكومتين المصرية والسعودية في وقتها نفع علمهم بالمشروع وأكدوا إنه ما فيش نية لإقامة مشروع الجسر ده من الأساس رغم إن الخبر تم تدولي وقتها عن نطاق واسع ونشرته جريدة المدينة السعودية اللي نقلت عنه جريدة الأهرام المصرية طب دي قصة المشروع في عصر مبارك إيه الجديد دلوقتي وليبنتكلم عن المشروع طالما إنه كان في الماضي وتم إغلاق الملف أنا هقول في 8 أبريل 2016 وإخلاص زيارة خدم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود لمصر تم الإعلان عن مشروع جسر الملك سلمان بشكل رسم وتم الاتفاق على إن تمول الحكومة السعودية المشروع أو تمول الحكومة السعودية المشروع بالكامل وكان من المتوقع إنه يستغرق بناء المشروع حوالي من خمس لتمن أعوام بتكلفة متوقعة حتى تراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار يعني حوالي 18.7 مليار ريال تقريباً الجسر ده هيمثل فائدة قصادية كبيرة للبلدين لأنه من المتوقع إن حجم التجارة السنوي من الجسر ده يعدي 200 مليار دولار سنوياً وأكتر الجسر ده زي ما قلنا هو عبارة عن جسر بحري بيربط بين المملكة العربية السعودية ومصر لكن هو عملياً بيربط البحرين خليج بداية من البحرين لحد مصر طول الجسر في النقطة من السعودية المصر حوالي 25 كم عرضه 23.2 من 10 متر ومن المتوقع إنه يوصل طول الجسر لحوالي من 7 إلى 10 كم جوا مصر وهتكون من جزئين جزء بيربط طوله أو طوله 5 كم وجزء تاني طول بحري من 2 إلى 5 كم وبيضم الجسر مصارين للسيارات مصارين للقطارات بالإضافة لمصارات للمشي وركوب الدراجات أما مصارات الجسر بين مصر والسعودية فالجسر ده كان هيمر من منطقة تابوه لجزيرة الصنافير ثم جزيرة تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء حتى لا يؤثر على الملاحة وخروج ودخول السفن الإسرائيلية والأردنية وبعد كده الشرم الشيخ ويدخل الأراضي المصرية الحقيقة أن مصر والسعودية مش هم بس الدولتين اللي هيستفادوا من الجسر لا ده كما من المتوقع أن يستفيد العديد من الأشخاص والجهات من جسر الماريك سلمان والدول بداية من المغرب لحد البحرين زي ما قلنا بما في ذلك الشركات التجارية من كل البلاد لأن الجسر ده هيسهل حركة التجارة والنقل بين البلاد وده بدوره هيؤدي لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار فالشركات هتقدر تلقل منتجاتها وابضعيتها بين البلدين بكل سهولة وده بيترجم لزيادة في الإرادات الاقتصادية لكل البلاد على سبيل المثال الشركات المصرية هتقدر تصدر منتجاتها للسعودية بسهولة كبيرة جدا وده هيؤدي لزيادة الإرادات الاقتصادية لمصر كمان الشركات السعودية هتقدر تصدر منتجاتها لمصر بسهولة جدا وكمان لإفريقيا وكمان لشمال إفريقيا وده أيضا هيترجم لزيادة في الإرادات الاقتصادية للسعودية الجسر كمان هيفيد المستثمرين لأنه تسهيل حركة الاستثمار بين البلدين اللي هيخلقها الجسر وهتؤدي لخلق فرص الاستثمارات جديدة والفرص الاستثمارية الجديدة دي هزيد أرباح الشركات كمان الجسر هيساعد على خلق فرص عمل جديدة ومناطق صناعية وقصدية واستثمارية على سبيل المثال الشركات السعودية هتقدر تستثمر في مصر بسهولة أكبر وده هيؤدي لخلق فرص عمل جديدة في مصر كمان هتقدر الشركات المصرية تستثمر في السعودية بسهولة أكبر وده هيؤدي لقلق فرص عمل جديدة في السعودية السياحة كمان هتستفيد من جسر الملك سلماند فالجسر هيسهل الوصول لمدينة شرم الشيخ المصرية وهي من أهم الوجهات السياحية في مصر وفي العالم فالسياحة أو السياحة هيقدروا يسفروا لمصر بسهولة أكبر وده هيؤدي لزيادة الإرادات السياحية لمصر ومش بس كده المواطن البسيط هيستفاد كمان من الجسر ده لأنه هيسهل السفر والتواصل بين البلدين فالمواطنين من كل البلاد هيقدروا يسافروا ويتنقلوا براحتهم بحرية كاملة وكبيرة جدا بين البلدين وده هيؤدي لزيادة العلاقات بين البلدين وعلى الرغم أن جسر ملك سلمان لم يتم بناءه حتى الآن إلى أنه بيتمتع بإمكانية كبيرة لتحقيق تنمية الاقتصادية والاجتماعية للسعودية ومصر وكل الدول العربية في شريط شمال إفريقيا طب يا طرح هل بناء الجسر ده هيؤثر على حجم تجارة قناة السويس؟ خلينا أقول لك أن تأثير جسر الملك سلمان على حجم تجارة قناة السويس هيكون إيجابي جدا ليه يا بوعاصي؟ هقول لحضرتك لأن الجسر هيؤدي لزيادة حجم التجارة بين مصر والسعودية وده هيؤدي لزيادة حجم البضايا اللي بتمر عبر قناة السويس كمان لو تتذكروا أننا قلنا في بداية الحلقة أن الجسر هيمر من منطقة تابوك لجزير الصنافير ثم جزير التيران ثم يحفر نفق إلى سيناء حتى لا يؤثر على الملاحة وخروج ودخول السفن الإسرائيلية والأردنية وعن رغم من أن تأثير الجسر على حجم تجارة قناة السويس مش هيكون فوري إلى أنه من المتوقع أن يكون تأثيره كبير جدا في السنوات الجاية وفقا لتقدرات بعض الخبراء حول تأثير الجسر الملك سلمان على حجم تجارة قناة السويس فالبنك الدولي بيقدر أو بيقدر أن يتوقع حسب دراسة عنده أن جسر الملك سلمان هيؤدي لزيادة حجم تجارة قناة السويس بنسبة 20% بحلول 2030 لو تم تنفيذه مش كده وبس ده كمان منظمة التجارة العامية بتقدر تقولك أن الجسر ده هيؤدي لزيادة حجم تجارة قناة السويس بنسبة 15% بحلول 2035 وعلى الرغم من التقديرات دي إلى أنه من المهم ملاحظة أن حجم تجارة قناة السويس بيعتمد على عوامل تانية زي نمول الخصاد العالمي واسعارات نفل وتطورات التقنيات البحرية طيب نجي بقى لدول الخليج إيه علاقتها بالجسر وهل تستفاد منك ولا هتتدرر وهي حجم الاستفادة أو الضرر من الجسر ده خلينا أقولك إحنا ذكرنا أن الجسر مش هيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية بس لا ده كمان هيربط بين قارتين أسيا وإفريق وبالطبع بين دول الخليج فالجسر هيربط السعودية بدول الخليج بشكل غير مباشر وده هيسهل حركة التجارة والنقل بين مصر والسعودية وده هيؤدي لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار وبالتالي هتستفيد دول الخليج من الموضوع ده لأنها هتقدر تصدر وتشتير منتجاته البضايا من وإلى مصر بحرية تامة وده هيزود بالطبع ويعزز النموة الاقتصادية بدول الخليج ويقلل تكلفة النقل بالإضافة لده كمان الجسر هينشط حركة السياحة بين مصر ودول الخليج لأن مصر هتصبح وجهة سياحية أكتر جاذبية لاستثمار أو للساحة الخليجيين أو للسياح في الخليج وده بقى هيؤدي لزيادة الإيرادات السياحية لمصر الخليج يطلع يركب عربيته من بيته يوصل بها شرم الشيخ ويوصل لليبيا لو عايز هيستفيد من ده الخليج ويستفيد من ده مصر لأن المواطنين في النحياتين هيدار يسافروا لمصر بسهولة وأمام نيجي بقى لأهم سؤال في حالة النهار هو ليه توقف مشروع جسر الملك سلمان رغم أنه بالأهمية دي عم حاصل لما نتكلم عن أسباب توقف مشروع جسر الملك سلمان لازم أنوه في البداية أن كل الأسباب اللي هسكرها في الفقرة دي اعتبرها مجرد تسريبات أو بتقال إنها تسريبات كمان أراء توقعات لأن حكومة البلدين مصر والسعودية ما تكلموش إطلاقا عن أسباب توقف المشروع بالبلد ما فيش معلومة رسمية تقدر تستند عليها معلومات رسمية بتفرق خلينا الأول نستعرض الأسباب اللي ربما تكون سبب توقف المشروع والنقسمها مع بعض أسباب بيئية وأسباب فنية وأسباب سياسية نبدأ بالأسباب والتحديات الفنية اللي بتقف عايق أمام بناء الجسر خليني ألفت نظر حضراتكم إن بناء جسر الملك سلمان بيتطلب تقنيات هندسية متقدمة بما في ذلك بناء جسر بحري بطول من 2 ل 5 كم في منطقة بحرية متقلبة المنطقة دي اللي بيمر منها الجسر وجود أمواج عالية فيه وعواصف قوية كمان المشروع بيحتاج لدراسة بيئية وجيولوجية لأن هي منطقة زلازل أصلا بسبب وجود زلازل ضخمة في منطقة البحر المتوسطة ممكن تخلي الجسر عرضة للزلازل وده طبعا بيتشكل أكبر تحدي في بناء الجسر بالإضافة لكده الجسر هيتطلب إنشاء طرق وبنية تحتية جديدة في مصر وده محتاج فلوس واستثمارات ضخمة جدا واللينا عارفين الأزمة المالية اللي بتمر بيها مصر دلوقتي وكمان تطلعات اللي عند السعودية وبصراحة السبب ده مش داخل دمائي أما بعد تحديات البيئية فجسر الملك سلمان هيمر عبر محمية طبيعية في مصر وده قد يؤدل الإضرار بالبيئة فالجسر وفقا لخبراء بيئين هيدمر حياة برية في المحمية اللي هيعبدي عليه وكمان هيلوس البيئة ومخصوص التحديات السياسية فلازم نأكد كمان إن الأحداث السياسية بقى هي الأهم تؤثر لا محالة على سر المشروع لأن كمان حتى موضوع المحمية ده مش داخل دمائي توطرات السياسية اللي حصلت بين السعودية ومصر سبب رئيسي في تأجيل ولغاء المشروع ده طب بخلاف الأسباب اللي ذكرناه أولي ذكرتها يا عاص مشروع عظيم زي ده هل في حد مؤترض عليه خلينا أقولك رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة جدا لمشروع جسر الملك سلمان إلا إن إسرائيل مؤترض عليه أيوة هي زي ما حضرتك كده إسرائيل ولو بصنا على الصحافة العالمية هل لقيها تمت بنشر تفاصيل المشروع ده بشكل كبير جدا لكنها كمان نشرت اعتراض إسرائيل رسمي على المشروع ده باعتبر أن الجسر يمثل تهديد استراتيجي مباشر له ده كمان إسرائيل ما اكتفتش بالاعتراض ده قامت بتصعيد الأمر واعتبرت أن بناء الجسر بمثابة إعلان حرب على إسرائيل والكلام ده مش كلام ده تصريحات إسرائيلية نقلتها وكالة سبوت نيكروسية يوم 10 أبريل 2016 نص الإعتراض الإسرائيلي جاء على النحو التالي إن إسرائيل تعطرت على مشروع الجسر البري والذي تعطل تنفيزه أو تعطل تنفيزه قبل سنوات إبان حكم الرئيس حسن مبارك والذي أعيد أحياءه بعد صورة يناير وأضافت أن إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتين تيران وسنفير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل تهديداً استراتيجياً له لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري للخطر كشفت الإزاعة الإسرائيلية أن إسرائيل أعلنت مراراً وتكرار أنها بتعتبر إغلاق مضيق تيران سبباً مباشراً للحرب وكمان قالت الإزاعة أن معاهدة كام ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران وكمان بتنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران أو يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة أو لكافة كل الدول اللي بتشتغل في ملاحة في الحتة دي دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي كما يحترم أو يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة أو العبور الجوي من وإلى أراضي عبر مضيق تيران يعني من الآخر إسرائيل بتقول على جو سيتي إن الجسر دا يتبيني مات الكلام بس برضو لازم أقولها لك بالتفصيل في حالة تنفيذ مشروع جسر الملك سلمان فده كان هيؤدي أو هيدي لمصر انتيازات كبيرة جدا ويحاول سينا لمحطة إقليمية هامة ويزيد من أهمية موقعها لإستراتيج وبالتالي مصر تكبر أهميتها معاه ومن الناحية التانية كان هيقلل حجم إسرائيل ورغم المشاريع الخطرة اللي بتحاول تنفذها حاولنا في المنطقة عشان تكسب نفسها أهمية أو تكسب نفسها أهمية من ناحية واتدخل لها فلوس من ناحية تانية وكمان مصر كان هيكون عندها طريق بري يربط بين الغرب والشرق والعكس وهنا كنا هنسبع الطريق اللي فكروا أو عايزين ينفذوا دلوقتي من الهند لأوروبا وصحيح مسافته صغيرة ولا تقرن بالطريق المعلن عنه في قمة العشرين اللي فاتت في الهند وطلوب يزيد عن 5000 كيلو لكن كنا ممكن نكون أحد محطاته البري يعني من الآخر طبيعي أن إسرائيل تعترض لأن حزبتها بمعايير المكسب أو حسابتها بمعايير المكسب والخسارة فلا تنفسها خسران لكن اللي مش طبيعي هو أن السعودية تستجيب للاياتراد ده قمان مصر عملت هي مصر لعبتها بحرفية رجعت في كلامها مع السعودية في رد جزيرتي تيرانو الصنافير لأن لما مصر علنت أنها هترد الجزيرتين للسعودية إسرائيل عملت فرح كبير قوي وقالت أنها هتتدخل وتستثمر وتعيش بقى في الجزيرتين اللي مكانهم غاية في الأهمية الاستراتيجية ومصر كانت مسيطرة عليهم بحكم الحروب اللي كانت دايرة بيننا وبينهم في المنطقة تي لكن لما لقينا أن الشغل مش ماشي في السكة الدغري والواضحة رجعنا في كلامنا وإحنا حرار برضو إسرائيل كانت بتبص بعيد يعني في 2005 وحتى 2016 ما كانش لسه أعلانوا عن اتفايات السلام الإبراهيمي دي بينهم وبينباية الدول العربية وخصوصة أن عينهم كانت على السعودية وما زالت بس المفاجأة أن إسرائيل كانت بتشتغل على النطبوز العلاقات المصرية السعودية وبتحاول تبعدهم عننا واعتقل أن دا الحد دلوقتي ناجح ومن هنا لازم نلاحظ أن علاقتنا مع السعودية طلع نزلة وزي ما شفنا الكام تصريح اللي طلعوا من مسؤولين وكتاب سعوديين واللي تكلموا عن مصر بشكل مش لطيف زي اللي قالوا فيه عن الودايع بتاعتهم في بنوبنا عن طريق أحد وزراءهم في المنتدى الاقتصاد العالمي أنهم خلاص بطلوا حكاية الودايع واللي جاي هيكون استثمار أو استثمارات في محلها يعني لو ما شقفوش إنها كسبانة مش هيعملوها وشفنا دا واضح في عمليات الممطلة في شراءهم لأسهم الشركات اللي عرضناها للبيع وتحجيجوا بحياة كتير ومش هما لوحدهم وكمان المستثمرين الإماراتيين لعبوا معانا بنفس الطريقة وهنا لازم إسلوبنا يكون مختلف شوية وناخد بالنا من الحبيب والصديق والأخ قبل ما ناخد بالنا من العدو المعروف أوله من آخر دا بالإضافة للتخطيط الإسرائيلي في تنفيذ التطبيق مع السعودية اللي لو كنا اسمعناه في 2005 أو 2016 كنا مش ممكن نسدهه أبدا واللي هو في طريقه للتنفيذ حاليا بعد تصريحات ولي عهد السعودية مع حضوره اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة الكل هيقابل بعضه وخصوصا أن الموضوع الرئيسي بين نتانياهو بايدن قدام الإعلام العالمي هو سرعة إنجاز التطبيع السعودي الإسرائيلي عشان يعود بالنفع على حل القضية الفلسطينية والصراع مع السرائيين كأننا لسه ما تعلمنا من الاتفايات اللي تمت من 2020 بينها وبين العرب ومشوفناش بعدها غير العنف والاستلاع على باقي عراض الضفة الغربية عشان لحد ما نخلص التطبيع ده مش هيتبقى حاجة للفلسطينيين كل ده بقى غير المفاجأة اللي جاية أكبر من اللي فات فاكرين لما مصر برضو رفضت في وقت زيارة الملك سلمان الاشتراك في حرب اليمن مع التحالف العربي والدولة ضد الحسيين تصدقوا بقى إن رفضنا ده واستمراره كان أحد الأسباب اللي وقفت بناء جسر الملك سلمان عشان العلاقات يبقى ليها حدود أو تبقى مشروطة علمتنا إن علاقاتنا تكون متنوعة الأقصى دراج زيها زي صفقات السلاح ما ينفعش لبقى معتمد على فريق واحد في علاقتك مهما كانت دراجة الأخوة والصداقة والمواقف الأديمة ودي أهمية تانية تتحسب لانضمامنا لتحالف بريكس الخلاصة قواعد اللعبة بتتغير وكل يوم بيزيد الضغوط علينا من الأصدقاء قبل الأعداء دي تحديات دولية وصالح دولية حضرتك ما عبد الشيطاب طبعا ليه وإحنا بتمني وبنحاول يكون لنا مكان بين الدول الكبيرة وفعلا عندنا المشاريع اللي ممكن توصلنا بالهدف ده بس بلاش إحنا كمان نكون مصدر طغوط ونشكك في قيمة أي مشروع بيحصل كلام ليه كمواطن وكمسؤول لازم يشتغل وتاني وتالت ورابع ومليون إحنا مع أي مشروع بيبني البلد عشان ده اللي هيفضل الأجيال الجاية أما بالنسبة للناس اللي حوالينا فخلينا فكرهم ببيت الشهر اللي بيقول نحاصر من أخ أو من عدو سنغلب وحدنا وسيندماء أشوفكم على خير شكرا